موسيقى مرحبا بكم وعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 1 اليونت السادس الدرس الأول عنوان الدرس WH Questions السؤال باستخدام أدوات السؤال اللي تبدأ بWH موجود في صفحة 74 من كتاب الطالب صفحة 72 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الرابع الابتدائي أفر بيجنا على الفيسبوك الاستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 74 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة WH Questions الأسئلة باستخدام أدوات السؤال اللي تبدأ بWH أو اللي بيها WH نحن نعرف أن أدوات الاستفهام باللغة الإنجليزية جميعها تبدأ بWH كأدات السؤال WHO, WHAT, WHEN, WHERE نلاحظ أن كلها تبدأ بWH مع عدل HOW بيها WH لكن مواقعها مختلفة بأسفلها مكتوب LOOK, READ, AND MATCH انظر, اقرأ, وطابق انظر إلى هذه الصور من طين مجموعة من الصور كل صورة بيها أدات الاستفهام المناسبة لها READ, اقرأ أدوات الاستفهام هذه والجمل اللي بأسفلها MATCH, وصل وصل الصور وأدات الاستفهام اللي مع الصور بيها الجمل المناسبة لها بأسفل الصور شون يعني؟ مثلا number one أولا الصورة الأولى منطيني صورة مجموعة أشخاص كاتب جواهم WHO WHO معناها من نحن نعرف أن المن تسأل عن الشخص العاقل لذلك هو حط صورة أشخاص Who's this man من هذا الرجل Who's this woman من هذه المرأة Who are these من هؤلاء إذن الwho اللي معناها من تسأل عن الشخص العاقل قرأتها وعرفت معناها أجي أوصلها بجملة المناسبة اللي بأسفل الصور مثلا هو محال إياها قايل للصورة الأولى اللي هي WHO معناها من Is a person نستخدمها مع الشخص أو نسأل بيها عن الشخص Who is a person من الشخص إلى آخره كذلك الصورة الأخرى number two صورة مجموعة أشياء كاتب تحتها what معناها ماذا نحن نعرف أن الماذا تسأل عن الشيء الغير عاقل أو الحيوان أو الشيء الجماد بعد ما عرفت معناها أوصل الصورة بالجملة المناسبة إلها أدور بالجملة أعلق كلمة is a thing or animal هاي الوات اللي معناها ماذا تسأل عن الشيء الشيء الغير عاقل أو الحيوان لذلك أكتب رقم الصورة أمام هذه الجملة رقم اثنين وأكتب العداة اللي هي what بهذا الفراغ what is a thing or an animal ما هو الشيء أو الحيوان number three ثالثا صورة هذه الساعة الشمس القمر يريد أبين لي أنه هاي الwhen اللي معناها متى تسأل عن الزمان الساعة تدلي على الزمان والشمس والقمر كذلك تدلي على الوقت أو الأيام أو الزمان إذن when اللي معناها متى تسأل عن الزمان أوصلها بالجملة المناسبة إلها فأقول when is a time ما الوقت أو متى هو الوقت when تسأل لي عن time أو الوقت أو الزمان number four رابعا صورة المدرسة البيت الكرة اللي تحت المنظدة يريد يوضح لي أن الwhere اللي معناها عين تسأل عن المكان where is the ball أين الكرة it's under the table إنها تحت الطاولة إذن الwhere اللي معناها عين تسأل عن المكان فأوصلها بالجملة المناسبة إلها بأسفل الصور ألقى is a place place معناها مكان أكتب رقم الصورة اللي هو رقم أربعة والأداء اللي هي where أين where is the place أين المكان تسأل عن المكان number five خامسا صورة السيارة سهم للمدرسة صورة الكيك وصورة الجليد اللي باع على الجبل أريد أوضح لي أن الhow اللي معناها كيف تسأل عن الطريقة اللي نقوم بيها بفعل شيء معين مثلا how do you go to school كيف تذهب إلى المدرسة I go to school by car أذهب إلى المدرسة بواسطة السيارة إذن سألت عن الكيفية اللي يتم بهذا الفعل اللي هو الذهاب إلى المدرسة وهكذا مع البقية أوصلها بالجملة المناسبة إلها بأسفل الصور أقول is a number is the way we do something هي عدد المرات أو الكيفية التي نقوم بها بفعل شيء معين كيف تذهب إلى المدرسة أذهب إلى المدرسة بواسطة السيارة إذن أخلي رقم الصورة أمام هذه الجملة وأكتب أداة السؤال اللي هي how في هذا الفراغ number six سادسا هنا أنا منطين علامات استفهام وقال why why معناها لماذا لماذا نستخدمها للسؤال عن السبب فلما أسأل شخص أقول له مثلا why are you late لماذا أنت متأخر أريد منه السبب يقول لي مثلا because I woke up late لأني صحيت متأخرا إذن انطاني السبب فالwhy means because الwhy تعني أنك تريد السبب تسأل عن سبب قيام شخص بفعل شيء معين وما إلى ذلك هذا ما يخص الصفحة الأولى من كتاب الطالب منطيني أدوات السؤال هذه أدوات السؤال يجب أن أحفظ معانيها أعرف كل أداة السؤال تسألني عن شنو الwho المن تسأل عن الشخص العاقل الwhats ماذا تسأل عن الشيء غير العاقل أو الحيوان when متى تسأل عن الزمان where أين تسأل عن المكان how كيف تسأل عن الكيفية التي نقوم بها بفعل شيء معين why لماذا تسأل عن السبب بعد ما انتهينا من النشاط الأول ننتقل إلى النشاط الآخر read and much and write the numbers اقرأ اقرأ هذه الجملة كاتب على هذه الجملة questions هذه مجموعة من الأسئلة وبعدها answers الإجابات الإجابات لهذه الأسئلة اقرأ هذه الأسئلة والأجوبة المناسبة لها ووصل كل جواب بالسؤال المناسب إلى كيف يعني يعني مثلا number one how do you go to school كيف تذهب إلى المدرسة هنانا عرفنا أن الhow معناها كيف وتسألني عن الحالة أو الكيفية التي نقوم بها بفعل شيء معين فشن الجواب المناسب لهذا السؤال يجب أن يكون جواب مناسب لهذا السؤال he is my brother إنه أخي هذا جواب غير مناسب at seven o'clock في الساعة السابعة أنا ما سألني عن الزمان إذن هذا غير مناسب by bus بواسطة الحافلة نعم هذا أكثر جواب مناسب لهذا السؤال فأقول how do you go to school كيف تذهب إلى المدرسة I go to school by bus بواسطة الحافلة number two ثانيا why are you wearing a hat لماذا ترتدي قبعة شن الجواب المناسب ال why تسأل عن السبب إذن أدور على جملة بيها because because معناها لأنه أو بسبب فالجملة المناسبة لها because it is cold لأن الجو بارد لذلك أرتدي قبعة number three ثالثا where is the library أين المكتبة where تسأل عن المكان معناها أين وتسأل عن المكان إذن لازم أشوف جواب بإسم مكان فأقول it's next to the school إنها بجانب المدرسة المكتبة بجانب المدرسة number four رابعا when do you wake up when معناها متى وتسأل عن الزمان أو الوقت متى تستيقظ أكيد جواب المناسب لهذا السؤال هو at seven o'clock أستيقظ في الساعة السابعة صباحا number five خامسا who is the tall man من هو الرجل الطويل هو معناها من وتسأل عن الشخص لذلك أشوف جملة يكون بيها ما يدل على الشخص فالجواب المناسب he is my brother إنه أخي من الرجل الطويل إنه أخي number six سادسا what are these ما هذه الأشياء إذن الwhat معناها ماذا وتسأل عن الغير عاقل شن الجواب المناسب إليها الجواب they are sweet إنها حلويات ما هذه الأشياء إنها حلويات هذا ما يخص هذا النشاط هنا رح يدربني أكثر على استخدام أدوات الاستفهام هذه وكل وحدة علي من تسأل وشون أختار الجواب المناسب لأدوات الاستفهام هذه هذا النشاط شفويا مهم يتم السؤال بداخل الصف شفويا لذلك يحاول التلميذ أني يعرف أدوات الاستفهام كما عاني ويعرف كل وحدة عن شن تسأل وشن الجواب المناسب إليها ننتقل إلى النشاط الآخر مكتوب let's practice فلنتمرن نانا محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يسأل والتلميذ الآخر يجاوب شون يسأل يسأل بالأسئلة مكتوب جوه questions أسئلة منطيني رؤوس نقاط على هذه الأسئلة مثلا who big boy فقط منطيني who معناها من big boy الفتى الكبير بنفس الطريقة اللي موجودة بالنشاط السابق نشوف who with a tall man فأقول who is the tall man هنا who is the big boy من هو الفتى الكبير التلميذ الأول يسأل التلميذ الآخر يجاوب فالإجابة يجب أن تكون مناسبة فيقول هنا مثلا brother الأخ who is the big boy he is my brother إنه أخي وهكذا إذن هو عبارة عن نشاط صفي يختار الأستاذ تلاميذ الثنين تلميذ يكون سؤال وتلميذ الآخر يكون جواب فإحنا رح نكون الأسئلة والأجوبة هنا على ما التلميذ يحفظهن ويشارك بيهن بداخل الصف فمثلا السؤال الأول قاعد لي who big boy شون رح يكون السؤال التلميذ الأول رح يقول who is the big boy من هو الفتى الكبير التلميذ الآخر يجب أن يجاوبه فيقول he is my brother إنه أخي he is my brother السؤال الآخر where was super market شون رح يكون السؤال التلميذ الأول يسأل يقول where is the super market أين هي الأسواق التلميذ الآخر يجاوبه يقول له مثلا it's behind the school إنه خلف المكتبة السؤال الثالث what with these فيكون السؤال بهذه الطريقة يقول له what are these ما هذه الأشياء التلميذ الآخر يجاوبه يقول له they are cookies إنها حلويات أو معجنات السؤال الآخر why wearing boots السؤال يكون بهذه الطريقة why are you wearing boots لماذا ترتدي البوتس أو الحذاء الطويل فالتلميذ الآخر يجاوبه يقول له because it's cold لأن الجو بارد السؤال الآخر how old were you فالسؤال رح يكون بهذه الطريقة التلميذ الأول رح يقول how old are you كم عمرك التلميذ الآخر يجاوبه يقول له I am ten أو فقط كلمة ten عمري عشرة أعوام وكذلك مع السؤال الآخر when go to bed متى تذهب إلى السرير التلميذ يقول when do you go to bed متى تذهب إلى السرير التلميذ الآخر يجاوبه يقول له at eight o'clock في الساعة الثامنة هذا ما يخص هذا النشاط مجرد محادثة بين تلاميذ الثنين التلميذ الأول يكون سؤال يقول الزميلة والتلميذ الآخر كذلك يكون جواب مناسب لهذا السؤال ويرد علي الزميلة ويكونون محادثة بداخل الصف ننتقل إلى كتاب النشاط listen to these words استمع إلى هذه الكلمات what sound do you hear ما الصوت الذي تسمعه فهنا التلميذ يستمع إلى الكلمات هذه أثناء نطق الأستاذ فمثلا what when where why بعد ما استمعنا النطق هذه الكلمات يقول لك now listen to these words الآن استمع إلى هذه الكلمات who how whose نحن نريد نبه التلميذ أنه كلمة what when where why بدت بحرف ال-W وبدت بصوت ال-W فلذلك أقول what when where why بينما هذه الكلمة اللي هم كذلك بدت بحرف ال-W وبعده H لكن ما نطقتها مثل ما نطقت ال-W قلت who وكأن ال-W ما موجودة who و how و whose مجرد يريد نبه التلاميذ على نطق هذه الكلمات يريد يخلي التلميذ يدرب أكثر على لفظ هذه الكلمات ننتقل إلى النشاط الآخر look at the pictures انظر إلى هذه الصور and write the question where واكتب أداة السؤال المناسبة لهذه الجمل منطيني أدوات سؤال يقول لك أكمل الفراغات بأدوات الاستفهام هذه مثلا number one أولا فراغ old is she فراغ عمرها شن أداة السؤال اللي تسأل عن العمر أخذناها بمراحل سابقة وبدروس سابقة إنه إذا أريد نسأل عن العمر شخص معين نقول له how old is she كم عمرها how old is she إذن العداء المناسبة هي how number two ثانيا فراغ is the man with the grey hair فراغ الشخص ذو الشعر الرصاصي شن الكلمة المناسبة للفراغ؟ نحن عرفنا أن العداء التسأل عن الشخص هي العداء who فأقول who is the man with the grey hair من هو الشخص ذو الشعر الرصاصي number three ثالثا فراغ are you holding an umbrella؟ فراغ تحمل مظلة شن الأداة المناسبة؟ العداء هي why لماذا تحمل مظلة؟ number four رابعا فراغ are those things on the table؟ فراغ تلك الأشياء على الطاولة شن الأداة المناسبة؟ نحن عرفنا أن العداء تسأل عن الأشياء things أو الشيء الغير عاقل هي العداء what فأقول what are those things on the table؟ ما تلك الأشياء على المنضدة أو على الطاولة number five خامسا فراغ is the time to wake up فراغ الوقت الذي تستيقظ فيه شن الأداة تسأل عن time؟ الوقت هي العداءات when متى متى هو الوقت الذي تستيقظ فيه number six سادسا فراغ is your baby brother ونطي نهاية الصورة إذن هو دا يسأل عن مكانه فأقول له where is your baby brother؟ أين أخوك الصغير؟ he is under the table إنه تحت الطاولة number seven سابعا فراغ boots are these فراغ هذه الأحذية شنو أداة السؤال المناسبة للفراغ؟ هنا دا يسأل لمن هذه الأحذية؟ فأقول whose whose boots are these لمن هذه الأحذية؟ بعد ما انتهينا من هذا النشاط ننتقل للنشاط الآخر look again at activity book page 72 and match the answer to the questions انظر مرة أخرى إلى صفحة 72 من كتاب النشاط إلى التمرين اللي حلناه قبل دقيقة وطابق طابق الإجابات بالأسئلة مو صارت إذن مجموعة من الأسئلة بالتمرين السابق؟ يقول لك كون لي إجابات مناسبة لهذه الأسئلة؟ فمثلا الجواب الأول he is under the table إنه تحت الطاولة شنو السؤال المناسب؟ السؤال اللي سألنا به عن مكان هذا الطفل فأقول لك where is your baby brother؟ أين أخوك الصغير؟ he is under the table إنه تحت الطاولة إذن أكتب رقم الجملة اللي هو رقم 6 أمام هذا الجواب صار عندي سؤال وجواب number two ثانيا he is my uncle إنه عمي شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ السؤال المناسب هو who is the man with the grey hair؟ من هو الشخص ذو الشعر الرصاصي؟ he is my uncle إنه عمي فأكتب رقم السؤال أمام هذا الجواب they are Sarah's إنها ملوك سارة شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ السؤال هو whose boots are these؟ لمن هذه الأحذية؟ أو هذه البوتات؟ إنها ملوك سارة فأخلي رقم السؤال اللي هو رقم 7 أمام هذا الجواب she is seven years old عمرها سبعة أعوام today اليوم شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ السؤال اللي يسأل عن العمر how old is she؟ كم عمرها؟ she is seven years old today عمرها سبع أعوام اليوم فأكتب رقم السؤال اللي هو رقم واحد أمام هذا الجواب because it's going to rain لأنها سوف تمطر شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ السؤال why why are you holding an umbrella؟ لماذا تحمل مظلة؟ الجواب because it's going to rain لأنها سوف تمطر they are cookies I made in the morning إنها حلويات أو معجنات صنعتها في هذا الصباح شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ what are those things on the table؟ ما تلك الأشياء على المنضدة؟ الأشياء هي الكوكيز فأقول they are cookies I made in the morning إنها حلويات أو معجنات صنعتها في هذا الصباح فأخلي رقم السؤال أمهم هذا الجواب at about 6 o'clock حوالي الساعة السادسة صباحا شنو السؤال المناسب لهذا الجواب؟ السؤال اللي يسأل عن الوقت when is it time to wake up؟ ما الوقت الذي تستيقظ فيه؟ it's about 6 o'clock حوالي الساعة السادسة صباحا هذا ما يخص هذا النشاط كذلك ديدربني أكثر على استخدام أدوات السؤال كوننا أسئلة وكوننا إجابات مناسبة لهذه الأسئلة إذن ديدربني أكثر على استخدام أدوات السؤال لذلك ضروري جدا أني أحفظ معناها على مدأحل جميع الأنشطة المتعلقة بهذا الدرس ننتقل للنشاط الأخير what are these match ما هذه العلامات؟ نقطة علامة استفهام ABCD capital وهكذا capital letters full stop question mark وصل فهنا أنا النقطة نسميها full stop فأوصل النقطة بكلمة full stop وهذه question mark علامة استفهام أوصل علامة الاستفهام بهذه الأدوات و ABCD اللي هي capital letters الحروف الكبيرة أوصلها بهذه الجملة إن أنا يريد نبهني على كيفية تنقيط الجملة لدينا ملاحظات جدا مهمة ننتبه إلها بهذا الدرس تفيدني بسؤال التنقيط يجيب لجملة يقول لي punch away the following sentence نقطة جملة التارية شلونا نقطة جملة؟ أولا capital letter start a sentence بداية الجملة يجب أن تكون بالحرف الكبير إذا لاحظتم أن بداية الجملة حرف السي كبير بأي مكان إذا جاب لجملة بدايتها حرف صغير وطلب من عندي أن نقطها ف capital letter starts a sentence تبدأ الجملة بحرف كبير إذا هو من طنيا صغير أسويه بالحرف الكبير ها الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية a full stop ends a sentence نهاية الجملة نضع نقطة إذا كانت الجملة عادية وشو كتخلي علامة الاستفهام؟ what is a question mark؟ هنا علامة الاستفهام نضعها مع الجملة الاستفهامية شن الجملة الاستفهامية؟ هي الجملة التي تبدأ بإعداد سؤال اللي خدناها ببداية الدرس إذا إذا بدت الجملة بإعداد السؤال أخلي بنهايتها لاحظتوا أخلي بنهايتها علامة الاستفهام إذا كانت الجملة طبيعية ما بدت بإعداد السؤال أخلي بنهايتها نقطة ودائما الحرف الأول من الجملة يجب أن يكون كبيرا فهذه الملاحظات ننتبه عليها ونحاول أن نكتبها بالدفتر على ما تفيدني بسؤال التنقيط إذا أجاب للجملة وطلب من عندنا نقطها بداية الجملة يجب أن يكون الحرف الأول منها كبير نهاية الجملة إما أخلي علامة استفهام إذا بدت الجملة بإعداد السؤال أو أخلي نقطة إذا ما بدت الجملة بإعداد السؤال هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بأدوات السؤال اللي هي الوات الهو الوين الوير الهو هاو الهوز إلى آخره وذكرنا أنه ذلك أدوات الاستفهام ضرورة جدا أني أحفظ معانيها وكل وحدة عن شن تسأل وشون نجاوب عنها أخذنا أنشطة متعلقة بيها اتدربنا أكثر على استخدامهم كيفية عمل السؤال باستخدام أدوات السؤال وكيفية الإجابة عنها كل وحدة عن شن تسأل وشون نقدر نجاوب عنها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سلسارة أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة